الإتاب الثالث ضمن منطقة ييني شهير في اسطنبول التركية وهو من الإتابات الثلاثة من الأراضي داخل تنظيم قناة اسطنبول الجديدة يضم أحياء هاجي ماشلي، سازلي بوسنا، تشيلينجر وفيه العديد من تحتية يتميز بموقعه الاستراتيجي إذ يقع قرب منطقة وميدان باشاك شهير بحيرة شاملار المخفية مطار اسطنبول الجديد مستشفى شامفا سكورا وبهش شهير وفيه مارينا يخوت سياحية أكبر مركز تجاري على مساحة 970 ألف متر مربع منطقة للآثار بمساحة 420 ألف متر مربع منطقة متكاملة للخدمات اللوجستية تضم مصانع ومستودعات يتم إنشاؤها على مساحة مليوني متر مربع أما المشاريع السكنية فسيتم إعمارها على مساحة 640 ألف متر مربع من خلال شركة الإنشاءات التركية توكي وللراغبين باقتناص الفرص الاستثمارية فمن المقرر تحويل الأراضي الزراعية فيه إلى أراضي قابلة للإعمار وهي أراضي يمكن أن يتملكها أي أجنبي وتؤهله للحصول على الجنسية التركية تقدم شركة جوثمارت للاستثمار العقاري العديد من الفرص الذهبية من هذه الأراضي التي توجه لها مستثمرون كثر من بلدان مختلفة لحجزها قبل البدء بالإعمار نظراً لأهمية هذا الإيتاب تنفذ الخطط والمشاريع واحدة تلو الأخرى إذ بدأت أعمال تحديد شارع كوزاي مرمر الرئيسي الواصل للمطار والبنية التحتية له وأعمال بناء الجسر الأول من جسور قناة اسطنبول الجديدة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر